السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم يا حبيبي? عاملين ايه? يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة هنعمل المساقعة. اه مساقعة الغلابة اللي هي بدون اللحمة. اه بطريقة سهلة جدا. يعني بمعلقة زيت واحدة هنعمل المساقعة. من غير قلي ومش هنقلي ولا هنستعمل زيت كتير. يا ريت لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد. ويلا بينا نشوف مساقعة الغلابة. بقى سهل طريقة. اول حاجة طبعا عندي البتنجان بجيبه وبخسله كويس جدا. وطبعا بتنقل البتنجانة اللي بتكون طريقة عاملة زي السفنجة لما بتتغاطي عليها. دي ما بتكونش فيها بزر وتكون اسود بتلمع. تمام تمام. طيب بقشر البتنجانة بالشكل دوت كده. آآ هسيب فيها يعني حتة من القشر. بيخلي طبعا شكلها حلو. وآآ بيخلي لها شخصية شوية للبتنجانية يعني. تمام? آآ هقطع البتنجان صوابع كده انت تقطعيه زي ما انت حبه. باي طريقة. يعني الطريقة اللي تعجبك في التقطيع تقطعيه بالطول تقطعيها مدورة تقطعيها صوابع انصص زي ما تحبي مكعبات اللي يعجبك خالص يعني. يعني دي حاجة بتاعتك انت. طيب بعد ما قطعت البتنجان كده بتجيله رشة خفيفة خالص من الملحة علشان ما يسودش معيه. وبقلبه كويس وبسيبه كده على جنب. تمام? تمام. طيب انا كده جبت الكيس وحطيت فيه شوية من البتنجان وشوية من الفلفل وشوية من البطاطس اللي متقطعه. آآ برضو صوابع. تمام? هحطي لها حوالي معلقة من الزيت كده. آآ كبيرة ورشة من الملح وآآ شوية بابريكا. وهقلب الكلام الجميل ده وشوية فلفل اصمر. كل الكلام ده كده في الكيسة وكده دي طريقة بدون متوسخي موعين. تمام? يعني دي طريقة سهلة جدا بدون متوسخي موعين. هتحطي كله وهتقلبي كله في بعضه بمعلاقة زيت واحدة. المهم تقلبي كويس جدا جدا عشان كله آآ ييجي في زيت وييجي في التوابل والملح. وبعد كده بتجيبي صانية وبتفضيهم فيه وبتدخليه في فرن سخن جدا. المهم بس الفرن يكون سخن من قبليها. يعني مشغالها قبليها مسلا بعشر دقيق او ربع ساعة. علشان آآ البتنجان ما يسودش. تمام? دي تكة مهمة جدا وبتدخلي في الرف الوسطني ولو عندك فوق وتحت بيشتغله مع بعض ولا يفوق وتحت مع بعض. ما عندي كيش يبقى هتشغالي تحت وهتشغالي المروحة. وطبعا على درجة حرارة آآ عالية اول ما يدخل بس الفرن. وآآ ممكن بعد كده تخليها آآ درجة حرارة متوسطة. بس المهمة في الاول لازم ياخد صادمة علشان البتنجان ما يسودش. طيب. دي طريقة. الطريقة التانية انا عندي الفرير اللي هي المقلية الهوائية انا هحطه فيها. تمام? هفضي كل اللي انا فضيته معاكم ده. آآ في الكيس هفضي فيها وآآ هحطه آآ في المقلية الهوائية. هيديني نفس النتيجة بتاعت الفرن اللي انا قلتلك عليها. الفكرة بس ان هو في المقلية الهوائية هيقعد معايا مسلا مسلا آآ تلت ساعة من تلت ساعة نص ساعة. برضو في الفرن ممكن بيقعد معاك من نص ساعة لساعة لربع. آآ علشان يديك نفس النتيجة. وبرضو على حسب الفرن بتاعك. طب دي طريقة تانية اهي دهنت البتنجان كده بالزيت بالفرشة باستخدام الفرشة. كل البتنجان من فوق من تحت. وبرضو ديك الميت زيت قليلة جدا. والفلفل ده وهدخله برضو الفرن زي ما قلتلكم. في الرف الوسطاني على درجة حرارة عالية. طب عندي هنا عصير الطماطم علشان هنعمل آآ السلسة بتاعة المساقة عندي معلقتين من الزيت. طبعا الصانية انا دخلتها الفرن آآ اللي فيها البتنجان والفلفل واللي فيها البتنجان والفلفل والبطاطس حطيتها في المقلية الهوائية. وزي ما قلتلك بديل المقلية الهوائية آآ في الفرن عايزي خالص. تمام? طيب. جبت كده معلقتين من الزيت وعليهم راس طوم. وآآ هخلي آآ الطوم يبقى دهبي معي. حاط فيه بالخل. تمام? طبعا آآ المساقة الاسكندراني معروفة بكده. يعني هي قاف تاعت الغالبة بس هي اكلة شعبية جميلة جدا جدا جدا. ريحتها بتقلب الدنيا وبيبقى طعمها جميل وبتفتح النفس. بعد ما طفيت اللاتوم بالخل بتاعي وتبلته بالملح نزلتها بعصير الطماطم. طب كمية الطماطم قد ايه? انا مش هقول لك وكمية البتنجان والبطاطس والفلفل كل ده حسب الرغبة. تمام? طيب انا هنا آآ يعني مسلا مسلا انا لو عملت نص كيلو بتنجان ونص كيلو بطاطس اخدت قصادهم نص كيلو من عصير الطماطم او كيلو الا ربع. تمام? طيب تمام? يعني طبعا الطماطم بتاعتي مضروبة بشوية مية. حطت كده تبلت السلسة بتاعتي بفلفل اصمر وكسبرة ونشفة وشوية من البابريكا وشوية من الشطة وشوية من الملح. سبت السلسة مع نفسها على النار جبت دلوقتي البطاطس اللي تلعت من المقلاء الهوائية هي والبتنجان وهو ده كده لونها وشكلها والفلفل. ولو في الفرن بمعلاقة الزيت واحدة هتديك نفس النتيجة برضو. بس في الفرن ممكن بتقليبيها ومرتين او تلاتة طول ما هي في الفرن. تمام? تمام. طيب اللقطة اللي جاية معايا دي دي كده سانية البتنجان تلعت من الفرن. لو عايزة تسيبيها تحمره اكتر من كده بتسيبيها بس انا الحقيقة مستعجلة اهو دوت كده شكلها دي بتاعة الفرن. قعدت برضو نص ساعة او ساعة الا تلت في الفرن. في الرف الوسطاني على درجة حرارة عالية. واستوى وبقى زي الفل زي وزي اللي في المقلاء الهوائية. وزي المقلي بمعلاقة زيت واحدة. بس طبعا ده اخف من اللي مقلي في الزيت. طبعا آآ البتنجان في الزيت بيشرب زيت كتير قوي. وبيبقى مش صحي وبيبقى تقيل جدا على المعدة. الوصفة دي خفيفة جدا على المعدة. وطبعا زي ما قلت لكم هي اكلة شعبية وجميلة جدا. بناكلها بقى بعيش وبناكلها كمان. جنبها بقى جرجير كده. وخاص وممكن شوية مخلل. او ترشي. آآ وبيبتبقى اكلة جميلة جدا. الكلام الجميل ده بعد ما فضيت الخضار في السلسة هخليها تغلي كده خمس دقايق. علشان كل الخضار بتاعي يشرب من السلسة. وطبعا آآ هنقدمها مع بعض. نبدلها كده تقليبة. وخلاص كده خمس دقايق. بس لو عايزة بقى تدخليها الفرن. وتولعي الشوائع عليها وتاخد لون جميل من فوق. ماشي برضو بتبقى حلوة جدا. يعني كده او كده هي حلوة. تمام? ياريت تحطي لايك للفيديو. ياريت لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي في القناة علشان يوصل للكل جديد. كده المسقعة بتاعتي بقت جهزة معي. وحدقها معيكو دلوقتي. احسن 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 لحظة بقى ساعة دق الاكل. بتبقى يعني حاجة جميلة جدا. مزاد طبعا الاكلات اللي تفتح النفس الشعبية دي. في ناس ساعات طبعا بتعملها جنب اكلة سمك بتبقى حلوة جدا. بصوا بقى المسقعة بتاعتنا ولا احلى ولا اخف ولا اروع ولا اطعم من كده. بجد جميلة جدا وخفيفة جدا يعني بتوع دايت ياكلوا منها ومرضى السكر آآ ياكلوا منها واللي عندهم الكولسترول عالي ياكلوا منها يعني مش قادرة اقولك جميلة جميلة جميلة. وما بتتخنش طبعا علشان مش مقلية. بصي بقى الجميل وبرضو السلسة انا مستبتاش تتسبك قوي دا هم غلويتين تلاتة فبرضو مش هتتخنك ما تقلقيش. بصي البطاطس مهرية ودايبة دوب. والبتنجان بصي مش قادرة اقولك على جماله. زبدة وبيدوب في البقى. والفلفل نفس الكلام. يا ريت تفضلوا معينا وتدقوا معينا. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب ولو اول مرة بتشوفي قناتي. ياريت تشتركي في القناة. وتفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد. وبشكر كل حد بيحطيلي لايك. وبشكر كل حد بيعمل لي كومنت حلو. وبشكر كل حد اشترك في قناتي. اهلا بيه طبعا وشرفني ونورني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.